بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكنا طالباتي العزيزات طالبات الصف العاشر نلتقي مجدداً مع فيديو شارح جديد في هذا الفيديو عزيزاتي سوف نتناول درس القراءة الموجود في الوحدة الثانية وهو درس في التسامح الفكري هذا الدرس عبارة عن مقالة للكاتب الدكتور عبد الكريم لحياري وهو أستاذ البلاغة في الجامعة الأردنية يتحدث هذا الكاتب في هذا النص عن شكل من أشكال التسامح وهو التسامح الفكري طبعاً نحن نعرف أن للتسامح أشكال هناك التسامح الاجتماعي هناك التسامح الديني الآن التسامح الفكري الذي يتناوله الكاتب في نصه التسامح الفكري يدعو في هذا المقال إلى احترام الرأي الآخر وقبوله وعدم تسفيهه ويصف في مقاله أيضاً يتعرض لوصف أدعياء العلم أدعياء العلم هم الأشخاص الذين يدعون العلم والفضل والأدب مع أنهم لا يمتون له بأي صلة يركز أيضاً على ضرورة تربية الجيل على ماذا؟ على عدم التعصب للرأي وعلى احترام الرأي المخالف نبدأ عزيزاتي أولاً في قراءة هذا النص الجميل طبعاً اتفقنا على أنها مقالة نبدأ بقراءة هذا النص ثم نتناقش إن شاء الله في المعاني والأفكار الواردة فيه في التسامح الفكري لعل مصطلح التسامح ارتبط بالدين فقيل التسامح الديني وربما كان مصطلح الاحتمال أكثر دلالة على ما أرده هنا فإنني أقصد به قدرة المرء على احتمال الرأي الذي لا يؤمن به وقدرته على احترام القائلين به والداعين إليه تجلس في مجلس أحد الذين يدعون العلم والفضل والأدب ممن وهبهم الله صوتاً عالياً هادراً ومنحوا حباً طاغياً للوجهة فتجده يحفظ أسماء بعض الفلاسفة المشهورين ويستظهر بضعة أشعار لعدد من المتقدمين أو المتأخرين فيظن أنه أصبح في الفلسفة مرجعاً وللأدب أستاذاً ولا بد لصاحبنا هذا من أن يكون قد نظم في أيامه الخوالي ما يحلو له أن يسميه شعراً يظن فيه أن لو قد امتد به الزمن لأشغل الناس عن المتنبي وجعل أبا تمام والبحترية وامرأ القيس نسياً منسياً صاحبك هذا قد لا يجد حرجاً في أن يعزو إلى فلان ما قاله علان لا من سوء الذاكرة ولكن من الجراءة على الحقيقة والاستخفاف بالعلم وقد يحدثك عن أحداث لم تقع إلا في مخيلته في ثقة لا تدانيها ثقة العارف الخبير صاحبك هذا ربما يشكو إليك سوء أحوال المثقفين وهوال الثقافة على الناس وقد يسمعك قصصاً عن مؤامرات حيكت لوأد موهبته ومؤامرات تلتها لمحاصرة إبداعه غير إن محنتك الكبرى مع صاحبك هذا أنه يفرض عليك أن تلتزم دور المستمع اليقظ والتلميذ المؤدب فإن حدثتك نفسك أن تتكلم بين يديه حال بينك وبين الحديث وإن أفلحت في التكلم لم يطق أن يسمعك وإذا نجحت في إيصال رأيك بادر إلى تسفيهه فإن استعنت عليه بالتراث نادى بك رجعياً متخلفاً متحجراً وإن فزعت إلى مفكري الغرب أعلنك تابعاً للإفرنج منسلخاً مستلباً من أصحاب البدع وإذا قدمت له الحجة والشاهد والدليل احتج عليك بعلو صوته واستدل عليك بتناو بيديه في الصعود والهبوط فإن رأيت أن من الحكمة أن تحتفظ بأدبك ووقارك فآثرت الصمت أصلح من هيئته واعتدل في جلسته ووزع الابتسامات يمنة ويسرى ثقة منه بأنه قد أفحمك وألقمك حجراً لا تعود معه إلى مثلها الحاجة لا ريب ماسة إلى أن ربي جيلاً يعرف أن معظم القضايا الفكرية فيها من الآراء والنظريات والخلافات ما يثنى العمر دون استقصائه أن نربي جيلاً قادراً على أن يستوعب وجهة نظر غيره ويحترمها مهما كانت مخالفة لرأيه ومعتقده ما دام هذا الآخر لا يسعى إلى فرضها بالقوة الآن لاحظت عزيزاتي هذا النص الجميل المتقن الذي يتحدث كما قلنا عن مصطلح التسامح والتسامح الفكري على وجه الخصوص نبدأ عزيزاتي نناقش الفقرة الأولى يقول الكاتب لعل مصطلح التسامح ارتبط بالدين إذن هو يقول أن التسامح ربما أننا الفكر التي نأخذها عن التسامح أن مصطلح التسامح مرتبط بالدين على وجه الخصوص فنقول التسامح الديني ولكن هو يريد هنا أن يتحدث عن التسامح الفكري وهو الآن أطلق على التسامح مصطلح جديد وهو يفضل أن يسمي مصطلح التسامح بمصطلح الاحتمال إذن هو يقول ربما كان مصطلح الاحتمال أكثر دلالة على ما أريده هنا طب ما المقصود بالاحتمال احتمال ماذا يقول فإنني أقصد به قدرة المرء على احتمال الرأي الذي لا يؤمن به وقدرته على احترام القائلين به والدعين إليه إذن يمس لو قلنا ما رأي الكاتب أو ما تعريف الكاتب للتسامح الفكري هو يعرف التسامح الفكري بأن يمتلك المرء قدرة احتمال ويستطيع أن يقدر وأن يحتمل الرأي الآخر الذي لا يؤمن به ولا يقتنع به وأن يكون قادرا على أن يحترم آراء الآخرين والذين يدعون إلى رأي مناقضا لرأيه الشخصي إذن الفكرة الأولى ما هي الفكرة الموجودة في الفكرة الأولى؟ أن مصطلح الاحتمال أكثر دلالة من التسامح هذه هي الفكرة أعيدها عزيزاتي مصطلح الاحتمال أكثر دلالة على التسامح أو من مصطلح التسامح الديني تمام؟ إذن ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية ماذا يقول؟ بدأ يصف الآن جلسة أو جلستك في مجلسا من مجالس العلم والفضل وماذا يفعل بعض الأشخاص في هذا المجلس؟ يقول أنك تجلس في مجلس أحد الذين يدعون العلم والفضل والأدب إذن عزيزاتي لاحظوا في هذه الفكرة هو سيتحدث عن فئة معينة من الأشخاص فئة معينة عند الناس لا يتمتعون بالتسامح الفكري هؤلاء الأشخاص هم أدعياء العلم الذين يدعون العلم والفضل والأدب ما معنى يدعون؟ يعني ينسبون لأنفسهم إذن يدعون بمعنى ينسبون لأنفسهم ماذا ينسبون لأنفسهم؟ العلم والفضل والأدب ما داموا ينسبون لأنفسهم العلم والأدب والفضل هل هم حقيقة يتمتعون بهذه الصفات؟ لا طبعاً لأن الذي ينسب لنفسه الشيء إذن هو يفقد هذا الشيء هؤلاء الأشخاص وهبهم الله صوتاً عالياً هادراً ما معنى وهبهم؟ بمعنى منحهم أو من عليهم وهبهم منحهم أو من عليهم ماذا وهبهم الله؟ موهبة من الله سبحانه وتعالى صوتاً عالياً هادراً هادراً أي مردداً صوته في حنجرته هادراً مردداً صوته في حنجرته يعني صوتهم فيه شيء من العلو فيه شيء من الفخامة هؤلاء منحوا حباً طاغياً للوجاهة إذن هم هؤلاء الدعياء العلم الله سبحانه وتعالى أعطاهم موهبة وهي أن صوتهم عالي وهادر ولكنهم لديهم حب شديد وطاغي إذن طاغياً بمعنى شديداً طاغياً شديداً للوجاهة ما المقصود بالوجاهة؟ الوجاهة يعني مكانة اجتماعية الوجاهة مكانة اجتماعية تقوم على السيادة يعني يقصد بها السيادة هؤلاء إذن قلنا أنهم منحوا حباً طاغياً شديداً ومتجاوزاً للحد المقبول إذن طاغي يعني شديد ومتجاوز للحد المقبول يعني منحوا حباً لماذا؟ قلنا للوجاهة أو لحب السيادة نكمل صفاتهم عزيزاتي تجده يحفظ أسماء بعض الفلاسفة المشهورين يعني هو يمتلك من العلم القدر القليل جداً ويستظهر بضعة أشعار لعدد من المتقدمين والمتأخرين ما معنى يستظهر أي يحفظ يستظهر بمعنى يحفظ نعيد مع بعض الركز معلوماتنا حبيباتي أنا الآن أصف بصفات أدعياء العلم ما هي صفات أدعياء العلم؟ واحد وهبهم الله صوتاً عالياً هادراً اتنين حددوا على الكتاب صبايا منحوا حباً طاغياً للوجاهة تلاتة يحفظون أسماء بعض الفلاسفة المشهورين أربعة يستظهرون بضعة أشعار لعدد من المتقدمين والمتأخرين يعني حفظين شوية شعر حفظين أسماء بعض الفلاسفة فقط أسماء لم يحفظوا نظريات ولم يتعمقوا في هؤلاء الفلاسفة الآن هذول صفاتهم يظنون من وراء امتلاكهم لهذه الصفات أنهم قد أصبحوا في الفلسفة مرجع إذن أصبحوا مرجع ما معنى مرجع؟ مرجع أي ما يرجع إليه في علم معين ما يرجع إليه في علم معين إذن هم يعتقدون أنهم الآن قد أصبحوا مرجع في الفلسفة ويرجع ويعود إليهم الأشخاص الاستشهاد بآرائهم مرجع في ماذا؟ في كل شيء وللأدب أستاذاً إذن هم يعتقدون أنهم أصبحوا للفلسفة مرجع وللأدب أستاذ أو أساتذة للأدب لابد لصاحبنا هذا من أن يكون قد نظم ما معنى نظم؟ أي كتب شعراً نظم بمعنى كتب شعراً إذن لابد لهم أن يكونوا قد كتبوا شعراً في أيامه الخوالي الخوالي أي الماضيات يعني ربما أنهم قد كتبوا بعض الشعر في أيام الخاليات ما يحلو له أن يسميه شعراً ولكن هل هو شعر في الحقيقة؟ لا هو مش شعر يعني هم يعتقدوا أنهم قد كتبوا شعر ونحن شعراء وننظم الشعر مع أنهم ما كتبوه لا يعد شعراً ولو قد امتد به الزمن ما معنى امتد به الزمن؟ أي طال عمره امتد به الزمن بمعنى طال عمره لماذا حصل؟ لأشغل الناس عن المتنبي وجعل أبا تمام والبحتري وامرئ القيس نسياً منسياً يعني هو يعتقد أنه أفضل من المتنبي الشاعر المشهور ومن أبا تمام ومن البحتري إذن هو يرى في نفسه أنه أعجوبة عصره وأنه أفضل من كل الشعراء الذين سبقوه وأنه أفضل منهم ولو أنه يعني عاصرهم لتفوق عليهم هذا دلال على ماذا؟ دلال على الغرور على العلو بالنفس مع أنها هذه النفس لا تستحق ذلك وإذن لا اعتقد أو اعتبرهم كلهم نسياً منسية لاحظوا كلمة نسياً منسية تأثر هنا واضح تأثر الكاتب بالقرآن يعني هذا من أسلوب الكاتب إنه هنا تأثر بالقرآن في آية قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسية على لساني مريم واضح الآن هذه هي صفات أدعياء العلم الذين يدعون العلم إذن هذه الفقرة تتحدث عن الفكرة اللي فيها صدايا أدعياء العلم وتوهمهم أنهم المرجع والمصدر في المعرفة إذن صفات أدعياء العلم وتوهمهم أنهم المرجع في المعرفة الفقرة التي تليها يكمل أيضاً صفات أدعياء العلم هؤلاء لاحظوا الآن ماذا أصبح يلقبهم يقول صاحبك هذا من يقصد بقوله صاحبك هذا الذي يدعي العلم لأنه سبحان الله كل إنسان فينا لابد أنه رأى هذا النموذج في حياته شخص يريد أن يستعرض العضلات وأن يبين لك أنه يفهم في كل شيء وأن هذا الإنسان أنا العلامي الوحيد في الحياة وفي الدنيا وبعرف كل شيء مع أنه سبحان الله لا يفقه شيئاً ولا يعرفه أي شيء ومعلوماته ضئيلة جداً جداً ولا يأخذه إلا الغرور وإلا التكبر صاحبك هذا قد لا يجد حرجاً حرجاً بمعنى ضيقاً لا يجد ضيقاً في أن يعزو إلى فلان ما قاله علان إذن يعزو بمعنى ينسب صاحبك هذا لا يجد ضيقاً في أن ينسب قول فلان إلى فلان يعني هو يقول قال المتنبي ويذكر شعراً لأبي تمام قال البحتري ويذكر شعراً لأبي الإمرئ القيس ليس عنده أي إشكال يعني عادي أنسب شعر لهذا لهذا ليس في ذلك أي مشكلة أو معضلة وهذا طبعاً الكلام خاطئ جداً ولكن من الجراءة على الحقيقة إذن هذا بماذا وصفه الكاتب تصرفه هذا؟ هذا فيه جرأة شو يعني جراءة يا ميس؟ يعني تعدي الجراءة التعدي إذن هذا فيه جراءة على الحقيقة واستخفاف بالعلم أيضاً استخفاف بمعنى استهزاء إذن تصرفه هذا فيه تعدي على الحقيقة وفيه استهزاء بالعلم وقد يحدثك عن أحداث لم تقع إلا في مخيلته يعني هذه الأحداث لا موجودة في تاريخ ولا موجودة في كتب هي فقط أين موجودة؟ موجودة في ذاكرته طبعاً ذاكرته الغير صحيحة والغير حقيقية في ثقة لا تدانيها ثقة العارف الخبير لا تدانيها بمعنى لا توازيها لا توازيها ثقة من؟ العارف الخبير يعني ربما أن الشخص العارف صاحب المعلومات وصاحب العلم لا يكون عنده ثقة بقدر الثقة الموجودة عند هذا الشخص الذي يدعي العلم الفكرة اللي في هذه الفكرة عزيزاتي هي الأسباب التي تجعل أدعياء العلم ينسبون الأقوال إلى غير أصحابها الأسباب التي تجعل أدعياء العلم ينسبون الأقوال إلى غير أصحابها وما هي هذه الأسباب قلنا الجراء على الحقيقة والاستخفاف بالعلم هذه هي الأسباب اللي بتخليهم ينسبوا القاول إلى غير صاحبه نعود الآن إلى صاحبنا هذا الذي يدعي العلم ربما يشكو إليك سوء أحوال المثقفين يعني إذا جلست معه يبدأ بالشكوى يشكو من ماذا عزيزات؟ يشكو من أن أحوال المثقفين سيئة والناس مش مثقفين ولو تشوف حالهم هكذا يبدأ بالشكوى وهوان الثقافة على الناس لأنه هو يعتبر نفس إنسان قمة في الثقافة فهو الآن يعني ينظر إلى نظرة الناس ويشكو من معاملة الناس للمثقفين هوان بمعنى ضعف هوان أي ضعف وقد يسمعك قصص عن مؤامرات وخطط مؤامرات بمعنى خطط حيكت لوأد موهبته هذه الموهبة الفذة الفريدة في العالم حيكت بمعنى دبرت حيكت أي دبرت وأد أي دفن وأد أي دفن دفن ماذا دفن موهبته هذه المؤامرات والقصص خطط لها لكي يقوموا بقتل هذه الموهبة الفريدة من نوعها ويحدثك عن مؤامرات تلتها أي تبعتها تلتها بمعنى تبعتها أو جاءت بعدها لماذا؟ لمحاصرة إبداعه إبداعه بمعنى ابتكاره وعبقريته إذن هناك مؤامرات أيضا تريد أن تقتل هذا الإبداع الفذ طبعا الإبداع الذي ينسبه لنفسه وهو إبداع غير موجود من أصله غير أن محنتك الكبرى محنتك بمعنى بلاءك أو مصيبتك محنتك أي بلاءك أو مصيبتك الكبرى مع صاحبك هذا أنه يفرض عليك أن تلتزم دور المستمع اليقظ والتلميذ المؤدد هذه أكبر مصيبة معك أنت كإنسان إن واجهت شخص من أدعياء العلم إنه دائما يجب عليك أن تأخذ دور المستمع وتجلس تستمع له طب أنا بدي أشارك بالنقاش أنا بدي أعبر عن رأيي من الكلام اللي سمعته منك لا يجوز لك استنى شوي انتظر قليلا خليني أكمل أنا نقاش دعني أكمل كلامي دعني لا يسمح لك بجداله أو مناقشته أنت فقط وظيفتك تستمع وتجلس كالتلميذ المؤدد فإن حدثتك نفسك أن تتكلم بين يديه يعني تعلق على شيء ما حال بينك وبين الحديث ما المقصود بهذه العبارة؟ بمعنى أنه منعك من متابعة حديثك شو معنات حال بينك وبين الحديث؟ أي منعك من متابعة حديثك وإن أفلحت أي نجحت أفلحت أي نجحت في التكلم والله صح لك إنه تتكلم وتعبر عن رأيك لم يطق أن يسمعك إذن يعني لو تحدثت قليلا لم يطق يعني لم يقدر أن يسمعك وإذا نجحت في إيصال رأيك يعني أنت الآن أقنعته وأوصلت رأيك وقدمت حجة بين يديه أيضا يجد لك ثغرة ويجد لك مبررا على كلامك وعلى إسكاتك فيبادر بمعنى أسرع بادر أي أسرع إلى تسفيه شو معنى تسفيه تسفيه أي احتقاره إذن يبادر إلى احتقار رأيك وتسفيه رأيك فإن استعنت عليه بالتراث التراث طبعا كل شيء قديم من عادات من تقاليد من لباس من أي شيء إذا استعنت عليه بالتراث نادى بك أي أعلنك رجعيا ما معنى رجعيا أي متمسكا بالماضي إذن أنت كإنسان لو حاولت أن توصل له فكرتك ويعني اقتنع بها استعملت ممكن تستعمل أكثر من وسيلة إذا استعملت التراث وعدت إلى العادات والتقاليد القديمة الأصيلة يعلنك رجعيا أي متمسكا بالماضي أو متخلف أي قليل العقل أو يقول عنك متحجر أي غير قابل للأخذ والعطاء والمناقشة هاي الصفات اللي بيوصفك فيها إذا أنت ناديت بالتراث يقول عنك رجعي يعني أنت إنسان متمسك بالماضي متخلف قليل العقل متحجر غير قابل للأخذ والعطاء والمناقشة وإن فرغت عفواً وإن فزعت إلى مفكري الغرب شعني فزعت أي استشهدت بآرائهم إذا استشهدت بآراء طيب الآن أنا ما بدي التراث بدي أستشهد بآراء مفكري الغرب ماذا يقول عنك؟ أيضا يجد تبريراً ويعلنك تابعاً للإفرنج يعني أنت مقلد للإفرنج مين هم الإفرنج؟ يعني للغرب منسلخ منسلخاً بمعنى يعني تارك لأصلك وعروبتك مستلب مستلب يعني متنكر لهويتك العربية ومنزوع الإرادة منزوع الإرادة ومتنكر لهويتك العربية يعني أنت الآن رجعي متخلف تتمسك بالعادات الغربية أو أنت تابع لهؤلاء الإفرنج أنت أيضاً من أصحاب البدع ما المقصود بالبدع؟ البدع هي مستحدثة في الدين وغيره يعني عادات مستحدثة جديدة كل هذا يتهمك به إن أنت ناديت برأيك أو حاولت إثبات رأيك وهذا الرأي طبعاً يكون مخالف لرأيه وإذا قدمت له الحجة أي الدليل والبرهان والشاهد والدليل احتج عليك بعلو صوته إذا لم يجد أي وسيلة يدافع فيها عن نفسه يلجأ الآن إلى الخطة الثانية ما هي علو الصوت واستدل عليك بتناوب يديه في الصعود والهبوط أيضاً يستخدم اليدين إنه الإنسان منفعل تناوب بمعنى تعاقب تعاقب يديه في الصعود والهبوط الآن أنت بيحكي لك أنت بتجد وسئلة أنك إن رأيت أن من الحكمة أن تحتفظ بأدبك ووقارك وتتراجع خلاص طيب ماشي ماشي ويعني تؤثر السكوت فآثرت الصمت آثرت بمعنى فضلت الصمت أصلح من هيئته أي حاله هيئته أي حاله واعتدل في جلسته جلس بوسطية واعتدال ووزع لابتسامات يمن ويسر يعني كأنه أعلن أنه انتصر عليك مع أنه أنت تنازلت حتى لأنك رأيت أنه النقاش عقيم جدال يعني لا فائدة منه ولكنه يرى في ذلك أنه قد انتصر عليك وأنه قد أفحمك أفحمك يعني أسكتك وألقمك حجراً لا تعود معه إلى مثلها ألقمك حجراً بمعنى أنه أسكتك وانتصر عليك هذا الانتصار العظيم الآن هذه الفقرة يعني هي طويلة بعض الشيء ولكن فيها فكرة واحدة وهي سلبيات أدعي العلم في ماذا؟ في المحاورة أثناء المحاورة الآن آخر شيء هذه الفقرة الخاتمة ختم فيها الكاتب بتوجيه رسالة إلى المربيين وإلى مربيين الأجيال ويقول الحاجة لا ريب ماسة لا ريب بمعنى لا شك أن الحاجة ماسة أي ضرورية وملحة إلى أن ربي جيل يعرف أن معظم القضايا الفكرية فيها من الآراء والنظريات والخلافات ما يثنى العمر دون استقصائه إذن المسؤولية الكبرى عزيزاتي على من تقع؟ تقع على المربيين أنه من الأصل ننشئ جيل قادر وعلى تحمل الرأي الآخر لأن الحياة مليئة بالنظريات التي لا تفنى تفنى يفنى بمعنى ينفذ أو ينقضي ينفذ أو ينقضي ينفذ العمر أو ينقضي دون استقصائه شو يعني الاستقصاء؟ أي الإحاطة بتفاصيله أو الإلمام بتفاصيلها الاستقصاء أي الإلمام أو الإحاطة بتفاصيل الموضوع ويقول أيضا يجب علينا أن ربي جيل قادر على أن يستوعب وجهة نظر غيره وأن يحترمها أهم شيء احترام وجهة نظر الآخر مهما كانت مخالفة لرأينا ومعتقدنا ما دام الشخص الذي أمامنا لا يسعى إلى فرض هذه وجهة النظر هذه بالقوة طيب شو يا ميس كيف نفرض وجهة النظر؟ بالحجة بالإقناع بالدليل أسمعك وأتقبل رأيك ويعني لا بذلك أتمتع بيء التسامح الفكري عزيزاتي إن شاء الله أنه يكون الدرس واضح والمعاني واضحة وشرحه يعني هذا الدرس الشرح إن شاء الله يكون وافي وإلى لقاء في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته